اشتركوا في القناة لجلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمن عليه بالصحة والعافية وأن يحفظ البحرين وأهلها في عز جلالته بكل خير وثم ناسم الشيخ ناصر بن حمد الرعاية الملكية والاهتمام الأبوي الكبير والمتواصل الذي يليه جلالته لأسر المؤسسة الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم فرحة الأعياد إلى جانب توجيهات جلالته المستمرة بتوفير كافة أشكال الرعاية المتميزة للأسر بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة من جانبه تقدم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدا حرص جلالته على الاهتمام بالمواطنين في مختلف المناسبات ومتابعة أمورهم مشيرا إلى أن هذه المكرمة السنوية تبعت الفرحة والسعادة في قلوب أسر المؤسسة ولها أثر عميق في نفوسهم